لقد حان الوقت للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإبرام اتفاق للإفراج عن الرهائن والمحتجزين هكذا جاء نص البيان القطري المصري الأمريكي المشترك بشأن دعوة الكيان المحتل والفصائل الفلسطينية لاستئناف المحادثات في منتصف الشهر الجاري بالدوحة أو في القاهرة واستندت دعوة القادة الثلاثة إلى المقترح الذي تقدم به الرئيس الأمريكي جو بايدن في الحادي والثلاثين من مايو الماضي والذي ينقسم إلى ثلاثة مراحل المرحلة الأولى تتضمن وقفا كاملا لإطلاق النار وانسحابا للقوات الإسرائيلية وتبادلا لعدد من الرهائن والأسرى بين الطرفين أما المرحلة الثانية فتشمل إنهاءا دائما للأعمال العدائية وإطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين كما ستشمل انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة وفي المرحلة الثالثة سيتم البدء بخطة إعادة إعمار غزة في مقابل إعادة ما تبقى من رفاة الرهائن الإسرائيليين الذين قتلوا إلى عائلاتهم وبالعودة إلى البيان المشترك فقد حضي بترحيب واسع من قبل عدد من الدول العربية والتي رأت فيه خطوة هامة في طريق إنهاء معاناة الفلسطينيين وإيقاف العدوان الإسرائيلي على القطاع وأكدت البيانات الرسمية أهمية الالتزام بما توافق عليه خلال الفترة السابقة وتنفيذه دون أي تأخير بهدف تحقيق النتائج المرجوة البيان الذي جاء في ظل وضع محتقن تعيشه المنطقة وترقب للرد الإيراني على عملية الاغتيال الغادرة التي طالت إسماعيل هنية في طهران يشير إلى أن الرغبة الإقليمية والدولية تسير في اتجاه التهدئة ومحاولة إيقاف تمدد الصراع إلا أنها تصطدم أمام وحشية إسرائيلية متصاعدة جسدتها المذبحة الجديدة التي ارتكبها الكيان ضد النازحين في مدرسة التابعين وسط غزة ما أدى إلى استشهاد أكثر من مئة فلسطيني وإصابة العشرات منهم أثناء تاديتهم لصلاة الفجر وفي ظل تصارع الرغبات هذا سيبقى السؤال الذي لا إجابة له إلى متى ستستمر الأوضاع في غزة إلى هذا الحد وإلى متى سيظل هذا الصمت عن تلك الجرائم المتكررة وما قيمة تلك البيانات والمبادرات ما دام العالم عاجزا عن إيقاف العربدة الإسرائيلية